قرية ود المالحة التابعة لبلدية حمام باير هي المنطقة الأكثر تذررا جراء الأمطار التي شهدتها ولاية قلمة فالعديد من بنايات القرية غمرتها السيول والأوحال كانت يارد قاسو مدرسة كما نقوله عندنا مدرسة دمع لها الوال عندنا جامعة أمشي أو اللي هنا بالأوحال البقل بوست اللي هنا بالأوحال قنوة المسجد خاصة المسجد الوضعية وقفت عليها السلطات الولائية فيما ستتكافل لجنة بإحصاء الأذرار سنقوم بإنشاء لجنة لجنة تحقيق ومعينة تقنية على مستوى هذه المناطق المتضررة لإحصاء كل الخسائر التي لحقت بهذه المناطق والمنازل أن نطمئن برك المواطنين إن شاء الله سنكون معهم برفقتهم وخاصة المنازل التي تقسلتها نحن نكلمت اليوم سيد مدير نشاط الاجتماعي في التدخل الأولي كيف يوفر بعض الأغطية والأفريش هذه العائلات المشاهد هذه ليست غريبة على سكان قرية ود المالح فلهذا المجرى قصص قديمة مع المنطقة هذه المرة الثالثة التي تصرها المشكلة هذا نفس المشكلة صرات مرة في الدوميلدو وصرات قبل في الثمانية في الثلاثة وثلاثة وثمانية نفس المشكلة بعد ضغطة ما أكثر من اللي سنسموها هذا من اللي خادمين ونطلبه كما نقوله الواد هذا لازم تخدمه الواد إن شاء الله نوعدتهم باللي سيتم التكفل به ويكون أولوية الأولويات من خلال إنجاز دراسة أولية ونشوفوا واش تعطينا الدراسة إن شاء الله سيتم التكفل به ليبقى هذا الوادي خطرا يهدد سكان القرية في انتظار مشروع لتهيئته في أقرب الأجال